يتصعد الضغط الجماهري في عموم مناطق محافظة بابل للمطالبة بإكمال ميناء الفاو وربط العراق ضمن مبادرة مشروع طريق الحرير الذي أطلقته الحكومة الصينية ووقع العراق على الانضمام إليه في عام 2015 هنا وفي هذا المؤتمر الذي عقد جنوبي مدينة الحلة أكد الشيوخ العشائر والنخب الأكاديمية على أهمية أن يدخل العراق ضمن هذا المشروع الاستراتيجي من هذا المؤتمر ومن هذا المطلق نوجه نداءنا إلى أعضاء مجلس النواب العراقي للضغط على الحكومة وتشريع القوانين التي تصفي مصلحة البلد والاستمرار فالضغط على الحكومة لتبني مشاريع جديدة في صدد هذا المشروع الحيوي الكبير أكيد هناك سيلقي هذا المشروع بنتائجه الإيجابية نحو العراق والعراق إن الله سبحانه وتعالى خصه أن يكون غنيا خصه أن يكون غنيا إلا أن الأياد العاملة أو المخططة لاقتصاديات العراق أنا أعتبرها وأصفها بالقاصرة فالمشروع يراه مختصون بأنه يمثل ضمانا اقتصاديا لمستقبل العراق وإن من الضرورية المضي قدما باتجاه تنفيذه مؤكدين على ضرورة أن تضع الحكومة المقبلة مشروع طريق الحرير وميناء الفاو في أولويات عملها مبادرة التعاون بناء البنية التحتية بالتشارك اللي هي ضمن البلدان اللي واقع ضمن خطوط الحرير القديمة أو اللي تريد تلتحق بالخطوط الجديدة للـ 2021 نحن نجد أنه الفرصة في هذه المبادرة ولذلك نصر على أنه يلتحق العراق بهذه المبادرة مثل ما التحقت بها لحد الآن 144 دولة كذلك الدول المحيطة بالبلد اللي هي الدول الجوار أنه كلها التحقت بهذه المبادرة ليش العراق حرام عليه لو لازم يبقى العراق اقتصاده تعبان وانتقد المشاركون في هذا المؤتمر عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروع ميناء الفاو بعد أن أحالته لشركة دون المستوى المطلوب فضلا عن غض النظر عن مشروع طريق الحرير الأمر الذي أثار حفيظة العراقيين ودفعهم لهذا التحشيد الجماهيري بشأن المشروع من محافظة باب المعتز العبودي ذاكروس تي بي